كلمنا على الكبدة ودي أكلات المصريين في الشارع عربية الكبدة وإنت شرحتها لنا بالتفصيل لكن باقي معدة المصريين بتهدم إيه؟ اللي بتهدم الظلط دي حاجات مهمة قوي أنا حبتديها معاك واحدة واحدة الكشري هو طبق على مائدة المصريين اللي عايشين في الشارع والعمال أحياناً بيأكلوا كل يوم بلتيجة أنه هم بيشتغلوا من الصبح إلى آخر النهار ومش عارفين ده تأثيره إيه؟ ده حاجة كويسة؟ ولا ممكن يسبب أزمات ومشكلات صحية؟ الكشري وجبة غذائية رائعة إذا بفرضنا أنه يتعمل بمقاييس صحية سليمة إذا كان معمول بالنظافة ومكوناته كلها ما فيهاش أي تلوث أو شيء من هذا القبيل وتجاب من مكان نظيف خلاص يبه هو وجبة غذائية مميزة جداً جداً مليئة بكربوهدريت كمية الكربوهدريت فيه عالية جداً جداً فيه فيتامينز كتيرة قوي فيه زينك موجود بكمية كبيرة العادس شيء رائع جداً الماكرونا وإن كانت عليها تحفظات على الماكرونا لأنها مادة مصنعة المواد المصنعة عموماً الجسم ممكن ما يعرفش يهدمها بشكل كويس وإذاك ممكن تزود طبعاً وهي وبعض المواد الموجودة فيها زي البصل درجات الإحساس بالقلون العصبي تلاقي القلون العصبي والانتفاخات بدأت تزيد لكن مادة هتدي طاقة جيدة جداً للعمال واللي بيأكلوها مادة بتدي إيفوريا لأن طبعاً تعرف أن كلمة في نسبة سكريات وكربوهدريت كتير هتدخل للجسم فالإنسان يحس بفرحة اللي بيأكله كشري بعد ما يأكلوه بيحسه بسعادة وطاقة كده ويحس أنه هو يعني أنه هو مستمتع جداً بطعمه لأنه طبعاً الكمية البهارات اللي بتتحط والدقة والدقة والحاجات دي كلها تجوعتيني أنا ضعيف جداً تجاه الكشري فالكشري من لكن مينفعش نأكله كل يوم مينفعش يبال واجبة رئيسية بالنسبة لنا لأنه مفهوش كمية البروتينات الكافية مفهوش بروتينات تقريباً وإحنا محتاجين بروتينات بشكل كبير بالإضافة إلى أنه برضو ساعات بيزودوا هما المكونات بتاعته بصي أكبر غلطة بتحصل في الأكل المصري ما يسمى بالمكس في المكونات اللي نكون شيء على شيء